أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب طلاب الصف العشر في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تتعرف على مفهوم الموارد البيئية أيضاً تبين معاني مفردات وتركيب الواردة خلق الله تعالى الكون وجعله مسخراً للإنسان ينتفع بموارده وجعل هذه الموارد أمانة بين يديه ومرهو بالمحافظة عليها وحسن الانتفاع بها تنقص من موارد عزيزي الطالب البيئية إلى موارد متجددة وموارد غير متجددة ما هي موارد المتجددة؟ هي مثل حرارة الشمس ومياه الأمطار والموارد غير متجددة مثل المعادن والنزل أيضاً عزيزي الطالب وقد اعتنا الإسلام بحياة الإنسان وبيئته عناية كبيرة وهيئ الله سبحانه وتعالى للإنسان كي يكون صالحاً لعيشه وحياته وحتى تكون كذلك فلابد من المحافظة على مواردها مثل المياه، التربة، الهواء، والنبات، والحيوان، والمعادن وغيرها خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وصفلفه في الأرض وكلفه عمارتها وهذا يوجب عليه المحافظة على مواردها البيئية والمتنوعة حتى يستطيع العيش على هذه الأرض ولا أو عليه أن يعي أن العبك بموارده البيئية يلحق ضرراً شديداً بحياته المحافظة على الموارد البيئية وجه الإسلام الإنسان إلى المحافظة على البيئة في مجالات متنوعة منها الموارد المائية أمر الإسلام بالمحافظة على مياه صالحة نقية ونهى عن هدرها أو الإسراف فيها أو تنويسها قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المشرفين الموارد الزراعية حث الإسلام على زراعة الأرض واستثمارها وإحيائها محذرة من أي تخليب أو اعتداء على الثروة الزراعية وبيّن الإسلام أن أفضل عمل يسهم في المحافظة على البيئة والتربة هو زراعة الأجهر لذا رتب على ذلك الأجهر العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغنص المسلم غرساً فيأكل منه إنساناً ولا دابة ولا طيراً إلا كان له صدق إلى يوم القيامة وقد دعا الإسلام إلى تجرير الأرض وزراعتها ونهى عن قطير الأشجار لغير حاجة لدورها في بقاء لهواء نقية ولأن قطعها يؤثر في جمال البيئة من جهة بحرم الإنسان والحيوان الإفادة منها من جهة أخرى أما الثروة الحيوانية عزيزي الطالب أمر الإسلام بالرفق الحيوان ورعايتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم الموت فاركبوها صالحة وكلوها صالحة أي نهى عن اتخاذ الحيوان غرضاً من التسليع لأن في ذلك تعبيباً له أيضاً كتب الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم لمن أحسن إليه فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرق له به حتى أرواح تشكر الله له فأدخله الجنة نهى الإسلام عن إيذاء الحيوانات وحبسها أو قطها وتعبيبها وتحميلها ما لا تطير فقد روى عبد الله بن سعود فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا همرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاء تعرشه فجاء النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال ننفجع هذا بولدها ردوا ولدها إليها أي علينا عدم إيذاء الحيوانات أو تعذيبها أو تحميلها ما لا تطير به عزيز الطالب هناك يوجد في الأردن محمية ضانة وهذه المحمية مثالاً عن تنوع الموارد البيئية في الأردن تحتوي على عيون الماء والهواء النقي والثروة الحيوانية المتنوعة والمعادن الطبيعية مثل النحاس وغيرها إضافة إلى الغطاء النباتي الذي يغطي مساحات واسعة وتعد محمية ضانة أكبر محمية طبيعية في الأردن وتقع في لواء وصيرة في محافظة الطفيلة هناك عملية تدوير عزيز الطالب هي عملية إعادة استثمار الموارد البيئية وذلك عن طريق تحويل النفايات والمنتجات المستهلكة إلى موارد ذات نفع المفائدة وتبدأ هذه العملية بتصنيف المواد المستخدمة ووضحها في حاويات خاصة لكل مادة لإخدامها في ما يفيد إذن عزيز الطالب الموارد البيئية هي كما قلنا موارد متجددة وموارد غير متجددة المتجددة مثل حرارة الشمس مياه الأمطار وغير متجددة مثل المعادن والنسك شكرا لكم أعزائي الله وستستماعكم وتعاون ترجمة نانسي قنقر